مرحبا معكم سامير الكوري محلل اسوء امري بشركة تولكس موضوعنا اليوم هو كيفية استخدام مركز الاشارة من اكويتي ولكن قبل ما فالش احكى الموضوع بتمنى عليكم تقروا التحذير من المخاطر ندخل على موقع plus.tradetorex.com لما تتسجلوا بالتوركس بلاس راح يبين عندكم عدة ادوات تداول بهالفيديو راح نشوف السيجنل سنتر يلي بقلبه ايضا راح نشوف التريدينج سيجنلز يلي تم انشاءه بواسطة اكويتي نضغط على سيجنل سنتر فينا نشوف الصفحة بهذا الشكل او فينا نختار بشكل افوكي طبعا انتو بتحددوا بتختاروا الشكل يلي بنسبكن نضغط بتلعنا confidence value او نسبة السكة كل ما زادت نسبة السكة كل ما كانت الاشارة اقوى على سبيل المساء راح اختار بين 60% وال100% ايضا هناك الكلاس او الادوات المالية اف اكس لعملات commodities السلع indices المؤشرات crypto لعملات المشفرة والstocks الاسهم تختاروا يلي انتو بنسبكن راح اختاروا كلهم حاليا status ايضا في عنا الاوامر expired sell limit sell stop buy limit buy stop و live trade بالنسبة للغة راح اختار العربية صار في عنا بشكل اوضح الصفحة صار في عنا لكن السوق ان كان عملات او ان كان عملات مشفرة او مؤشرات او اسهم وغيرا الاتجاه شراء او بيع دخول المستهدف السعري وقف الخسارة المدة الزمنية نسبة السقة برجع بذكير كلما زادت نسبة السقة كلما كانت الاشارة اقوى واخيرا في عنا الحالة يعني buy limit او sell limit وغيرا على سبيل مسارة اختار الجناز تارلينة مقابل الدولار الامريكي الى ما يعطينا الاتجاه بيع الحالة امر حد البيع نختاره بس الصفحة راح نشوف بشكل اوضح في عنا الرسم البيانة وايضا في عنا المستهدف السعر الاول ومستهدف السعر السعر الثاني ووقف الخسارة نسبة السقة ايضا ال entry level او امر حد البيع طبعا هذه المستويات كلها ايضا محطوطة بالرسم البيانة على سبيل المثال مثلا المستهدف السعر الاول 1.25 1.25 والمستهدف السعر الثاني ايضا ايضا في عنا وقف الخسارة على 1.2705 واخيرا في عنا امر حد البيع 1.270 وفي عنا طبعا يعني بشكل واضح الرسم البيانة طبعا السيجنال سنتر وهذه الاشارات هي مهمة بتساعدنا اكتر كنا بناخد يعني قرارات بخصوص التداول هدا كنكتشنا اليوم شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة